بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن اتزامها بتنفيذ أوامر الشعب الليبي المتعلقة بالمواني والحقول النقلية في الوقت الذي تثمن فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ثقة الشعب الليبي العظيم في قواته المسلحة من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي للوصول لتحقيق المطالب العادلة للقبائل والشعب الليبي والتي حددها كشروط لإعادة فتح المواني والحقول النفطية والمتمثلة في الآتي أولا فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية ثانيا وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده ثالثا ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها وتؤكد القيادة العامة أنها متزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشان التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحقيقها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح وشركائنا الدوليين والإقليميين يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد كما تشير القيادة العامة أنه في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق وخشية على الصالح العام من قواتكم المسلحة وحتى لا تتأثر المنشآت بطول التخزين فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولا وأخيرا على أن يستمر إغلاق المواني والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب أوامر الشعب الليبي بشأنها والقيادة العامة ملتزمة بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطني بهذا الصدد حريصة على تلبية تطلعات الشعب منفذة لأوامره دون سواه عاشت ليبيا حرة عزيزة مهابة صدرة في بنغازي 11 يوليو 2020 وعشرين